ده باهوبالي البطل بتاع فيلمنا اما دي فبتكون ديفازينة الشارسة وفيلمنا بيبدأ بنهاية الجزء الاولاني لما بيعرف شيفا ان ابوه مات على ايد كتابة وبعدها بيبدأ يحكيله كل حاجة حصلت في الماضي وبنلاقي في احتفال كبير بمناسبة اقتراب تولي باهوبالي حكم المملكة وده بيخلي ابو بلديف يقرد على ابنه يموت امه لكن بيرفض وبيعترد على كلامه علشان الجنود وقفين ومن جواه متحمس جدا للفكرة ومن ناحية تانية المالكة بتشوف صور بنات كتير علشان تختار لباهوبالي عروصة وللأسف مفيش واحدة بتعجبها وبعدها بتقابل بهوبالي وبتقوله قبل ما توعد على العرش خد لك جولة في المملكة وشوف احوال الرعاية اللي انت هتكون مالك عليهم وفعلا بيسمع كلامها وبيسيب القصر وبياخد كتابة معاه وبيعيش وسط الناس الغلابة من غير ما حد بيعرف شخصيته الحقيقية ولما بيوصل النهر وبيحاول يشرب بيلاقي جسس ناس كتير موجودة جواه وبيعرف ان اللصوص هم اللي عملوا كده وتاني يوم بيكون في قرية وبيحصل هجوم عليها وفي الوقت ده بتظهر ديفاسينا الشارسة وبتفضل تقتل فيهم وهو واقف ومعجب جدا بشخصيتها وشكله كده حبها وبيعرف انها اميرة لمملكة اسمها كونتيلا وبيقول لكتابة لازم تعرفني عليها وتقربني منها وفعلا كتابة بياخده وبيطلب من الاميرة تعلم من دخوه الفنون القتالية وهي بتوافق وبتقول ممكن يجي منه ويكون محارب وبعدها بتاخدهم هم اللي كنين للأسر بتاعها علشان يعيشوا معاهم وتاني يوم كمار بيعلم بهوبلي ازاي يستخدم السيف فبيمسك ايده وبيخليه يقسم الخشب نصين وديفاسينا مستغربة ومش مصدق انه كمار اللي عمل كده وبعدها بيطلعوا رحلة لسيد الخنزير البرية وبيقدر بهاوبلي يساعد كمار وما بيخليش ديفاسينا عارفة موت اي خنزير فبتكون متضايقة جدا وبتقول له الايد دي بتاعت محارب وانت اكيد بتضحك علينا وهو كالعدد بيعمل عبيد وكانه مش فاهم حاجة فبتخلي طور يهجم عليه علشان تتأكد انه مقاتل لكن ما بيدفعش عن نفسه قدامه وبيكون مصاب جدا ولما بيرجعوا القصر بيقى مهتمية بيه وبتحاول تعالجه وشكلها هي كمان وقعت في حبه ومن ناحية تانية بلديف بيشوف سورة ديفاسينا وبيعرف ان بهاوبلي بيحبها فبتعجبه جدا وبيقرر في الوقت دا يروح لامه وبيقول له عايزة تجوزها وبيستغل انها مش عارفة ان بهاوبلي بيحبها وفعلا بتوافق على كلامه وبتوعده ان ديفاسينا هتكون مراته وبتأمر الخدم يبعطولها المجوهرات والهدايا علشان هتتجوز ابنها وفعلا بتبعط وزير لمملكة كونتيلا وبيفضل يتكلم معاهم باسدوب متعالي وكأن الملكة تعطفت وتنزلت وهتناسبهم وده بيخلي ديفاسينا تضايق جدا وبترجع المجوهرات والهدايا وبتقول لهم مستحيل اتجوز واحد فرفوره بنمه وحتى الكلاب مش هتستحمل تعيش في المملكة بتاعتكم فالملكة بتتفاجئ جدا وبتعلن الحرب عليهم لكن ابو بلديف يقول لها بهوبا اللي موجود هناك وممكن نبعط له رسالة يقبض عليها ويجابها اسيرة من غير حرب وفعلا هي بتوافق وبتقتنع بكل كلامه ومن ناحية تانية بهوبا اللي بيعرف انه امه طلبت ايد ديفاسينا علشان يتجوزها وللأسف بيكون فاهم غلط وفي الوقت ده بيكتشف ان فيه جنب يحصل على مملكة كونتيلا فبيقرر يظهر بشخصيته الحقيقية وبيفضل يموت فيهم وبيتخلص منهم واحد واحد ومحدش بيكون قادر عليه وبيساعد ديفاسينا انها تقتلهم وبيعلمها كمان ازاي تستخدم الاسهم وبيقدر في نهاية الامر يفتح مية السد عليهم وبالشكل ده كلهم بيموتوا وبيكسبوا الحرب وكل المملكة بتحاول تسأل بهوبا لي انت مين وهو بيكون رافض يقول الحقيقة وكتب بيقولهم ده شاب فقير وبيحب الاميرة ديفاسينا وعايز تجوزها لكن في الوقت ده بتوصلوا رسالة من امه ولازم يمسك ديفاسينا ويرجعها للمملكة اسيرة وساعتها بيضطر يكشف شخصيته الحقيقية وكلهم بيخضعوا قدامه لما بيعرفوا انه الملك المنتظر لمملكة مهيشا ماتي وبيطلب من ديفاسينا ترجع معاه وبيوعدها انه هيتجوزها وما فيش حد يقرب من كرمتها ويأذيها فبتقوله اذا كان كده انا معاك في اي حاجة وفعلا بهوبلي بياخدها وبيرجع المملكة وديفاسينا بتتأسف للملكة على كل الكلام اللي قالتها لها وفعلا هي بتسمحها وبتطلب منها طواف جنب جوزها ولما بتمشي اتجاه بهوبلي بتقول لها انت رايحة فين انا امرت انك تتجاوزي بالديف فبتقول لها انت شايفة نفسك مين علشان تختاري العريس بتاعي فبتتدايق منها جدا وبتعمر الجنود يمسكوها لكن بهوبلي بيقف قصادهم وهم بيخافوا ومحدش بيقدر يقرب لها وبيقول لهم انها جاية في حمايتي ولازم حافظ عليها فبتعترض على كلامه وبتخيره لو اتجوزتها مش هتكون الملك وفعلا بيتنازل عن الحكم علشان بيحب ديفاسينا وفي الوقت ده الام بتكرر ان بلديف هيكون الحاكم وفعلا بيجي معاد مراسم التتويج بالعرش وبلديف بيقسم انه هيحافظ على المملكة وهيحميها اما بهوبلي بيتعين قائد الجيش وبيقسم انه هيراعي الشعب وهيحافظ على قرامتهم وهيحميهم من كل خطر وكل الناس بتفضل تهتف في اسمه وبيبان قديب يحبوه وبيعتبروا ان هو الملك وبالديف متضايق جدا لانه بعد ما اخد العرش لسه ملهوش شخصية وبهوبلي وديفاسينا بيتجوزوا وقوام قوام بتكون حامل وكل الناس بتبريك لهم ولما الملكة بتوصل للمكان ما بتعبرش ابنها وبتقدم الهدايا علشان ولي العهد وفي نفس الوقت بيروح الملك لبهوبلي وبيقوله انا بقى فيك من كادة الجيش علشان تخلي بالك من مرتك الحامل وفعلا بيخضع لكلامه وبيسلم سلاحه وده بيخلي ديفاسينا تعترض عليه وبتقول لبهوبلي لو عايز تقدم لهدايا المولود لازم تستولي على عرش مملكة ماهيشماتي لانها رغبة الشعب وتاني يوم قائد الحرس بيمنعها من دخول المعبد وبيقولها تدخل من مكان الشعب وفعلا بتسمع كلامه وبتلاقيه بيتحرش بكل البنات الموجودة ولما بيجي الدور عليها بتمسك الخنجر وبتقطع صوابع ايديه وبعدها بتتعرض للمحاكمة وبيكونوا مسلسلينها وهي بتحاول تدفع عن نفسها ومحدش مصدقها لحد ما بيوصل بهوبلي وبيعرف منها وكل حاجة حصلت وبيقولها انت غلطانة علشان كان لازم تقطع رقابته زي كده وده بيخليه امه تدايق جدا وبتأمر بتجريده من كل الالقاب الملكية واخروجه من القصر ويروح يعيش مع عامة الشعب وفعلا بينفذ الاوامر وبيتأقلم على حياته الجديدة وبيساعد الناس وبيقف جنبهم وبيعلمهم كل حاجة وبيحل مشاكلهم وبيحكم ما بينهم وكلهم بيحبوه جدا ومن ناحية تانية ابو الملك بيقول لكمار ان ابني عايزي موت بهوبلي وبيطنعه يقتله علشان يدفع عن صاحبه وفعلا بيسمع كلامه وبيطخل القضاء بتاعته لكن بيكتشف نفاخ وبيعرف انها تمثيلية وتعملت عليه وبعدها بيموته وفي نفس الوقت بيحاولوا يقنعه الملكة ان بهوبلي حاول يتخلص من بلديف وهي بتكون مصدومة جدا وعملا بتفكر هتعمل ايه وبتقرر تجيب كتابة وبتأمره يقتل بهوبلي وهو بيكون رافض وبترجع ترجع في قرارها فبتهدده لو ما سمعش كلامها هي هتموته بيديها وفعلا بيخضع للأوامر بتاعتها في الآخر ومن ناحية تانية ديفاسينا بتولد وفي واحد بيبلغ بهوبلي ان كتابة تعرض للخيانة وعايزيني موتوه فبياخد سلاحه وبيروح بصرع علشان ينقذه ولما بيوصل هناك بيلاقي الأسهم نزل عليه من كل مكان وبيدفع عن كتابة وبيقول له انت عمي وانا وعاتي ديفاسينا هرجعك تاني لانك اول واحد هيشيل ابن لما يتولد وبعدها بيقتل فيه موحد واحد وما حدش بيكون قادر عليه وكتابة مش قادر يصدق انه هيموت بهوبلي لكن في الآخر بيروح له وبيخضر به وبيضربه بالصف دهره وهو بيتفاجئ جدا لما بيعرف ان كتابة خانه وبيفضل يعيط وبيقول له سامحني ده امر ملكي وهو بيقول له لازم توعدني تحمي امي وتحفظ عليها وبعدها بيموت وهو قاعد ومحافظ على مكانته وهبته كملك وفي الوقت ده بيجي بالديف وبيفضل يضرب في بهوبلي بالرغم من انه مات وبيقول له انا اللي اطنعت الملك انك عايز تقتلني وخليتها تكرهك وتؤمر بموتك وكتابة بيكون متفاجئ جدا وهو بيسمع كلامه وبيقول للملكة بهوبلي ما كانش خاين وبيعرفها انها خطة وتعملت عليك علشان تقتل ابنك ومع ذلك قبل ما يموت وصنح ميكي وحافظ عليك وهي عمالة بتعيط وندمانة على كل حاجة عملتها وفي الوقت ده بتدخل ديفاسينا ومعها ابنها وبتعرف ان جوزها مات وبتكون في حالة صدمة والملكة بتروح لها وبتترجعها تسمحها لانها تسبب في كل حاجة وبعدها بتاخد الطفل وبتطلع للناس وبتعينه على العرش المملكة وكل الناس بتفضل تهتف باسم بهوبلي لكن بلديف دي هو امر الجنود يقتله امه والتفله الصغير وفي الوقت ده كتابة بيحاول يحميها وينفز وعده البهوبلي وديفاسينا ما بتقدرش تتحرك علشان تعبانة والملكة بتهرب من المغبأ السري ومحدش بيعرف يوقفها لكن ابنها بيمسك السهب وبيرمي عليها وبيسيبها في ظهرها وبعدها بنرجع لوقتنا الحاضر وبنلاقي الشيفة يعرف ازاي ابو مات وبتأسف لأمه على كل سنين العذاب اللي عاشتها وبيجمع كل الناس وبيقرر يحارب بلديف ويتخلص منه وياخد عرش مملكة مهيشماتي للأبد وفي نفس الوقت الملك وابوه بيعرفوا ان كتابة عامل صورة ضدهم ولما الملك بيمسك المنزار بيلاقي دفاسينا قدامه وراس ابنه موجودة في ايديها وبيكتشف ان شيفة جنبها وهو مصدوم جدا وبعدها بيبعطوله راس ابنه علشان يتعرف عليه وفي الوقت ده الملك بيعلن الحرب وعايز انتقم منهم والشيفة بيفضل يضربهم وبيموت فيهم واحد واحد ومحدش بيكون قادر عليه وبلديف بيخرج بالعربية الحربية المحصنة بتاعته وبيستغل ان شيفة مشغول بالحرب وبيقدر يمسك دفاسينا وبيخدها للأسر تاني والشيفة بيحاول يوصله ويدخل للأسر لكن بيضربه بالسهم وبيكون مصاب والجنود بيحموه في اللحظة الأخيرة قبل مايموت والشيفة متضايق جدا وعمال بيفكر ازا يرجع أمه وبعدها بيعمل خطة مع الجنود وبيقدر يدخل المملكة بطريقة زكاية جدا وبيموت فيهم وبيتخلص منهم وما حدش بيقدر يقف قدامه وبعدها بيمسك منتراكة وبيحاول يفتح باب المملكة علشان الشعب يدخل ويحارب معاه ولما بيشوف بالديف بيفضل يدرف فيه وفي نفس الوقت قومه بتولع النار علشان ترميه في المحرقة وتنفذ وعدها انها هتموتهم هم عايشين وبعدها بنرجع لشيفة وبنلاقيه سيطر على الملك وهو ضعيف جدا قدامه ومش عارف يدافع عن نفسه وبيقدر في الآخر يرميه جوه المحرقة وبيشل حرقته وما بيكونش قادر يهرب وديفاسينة بتروح وبتولع فيه وبالشكل ده بيموت بالديف وبينتقموا منه على كل حاجة عملها وبعدها شيفة بيقعد على عرش مملكة مهشاماتي وبيتجوز افانتيكا الشارسة بتاعة الجزء الاولاني وبيحلف قسم الولاء للشعب ومن هنا بيخلص فيلمنا لو عجبك الفيديو دوس لايك وعمل اشتراك للقناة وفعل زر الجرس واستنونا في فيلم جديد